لا حد يقول لي ماذا الرب يسمح بالتجربة ربنا بيسمح بالتجربة للنص الحقيقي والنص الثاني ان يكون معنى في التجربة ويجعل مع التجربة المنفذ وايضا بيقول الكتاب الله لا يجربكم فوق ما تطيقون ووراء التجربة بركة راحت بيقول اذا اراد شخص ان يقتلي ماذا افعل هل اقتله وادافع عن نفسي ام ماذا افعل ممكن تدافع عن نفسك من غير ما تقتله الكتاب لا يمنعك انك تدافع عن نفسك من غير ما تقتله الا لو كنت ذاو اسرع طريق الملكوت السموال من غير ما توقفع عن نفسك من غير ما توقفع عن نفسك اشتركوا في القناة